قد يكون هناك واحد تخيل أنه هو خلاص نجح دخل قلال حربية أو قلال جوية أو أي قلية عسكرية تأكد أنه هو لو لم يكن لديه الدافع الوطني الدافع الوطني القوي للاستمرار كجندي في قوات المسالحة أو كضابط في قوات المسالحة ما استمر لأن الطبيعة التدريب اللي بيمر فيها سواء كان إعداد نفسي أو بدني أو علمي التلاتة دول في منتهى العنف وفي منتهى التركيز لو ما عندوش هذا الدافع مش هيتحمل في ناس على طول ما بتكملش يا ده لو مش موجود من البداية الشخص ما بيكملش بالأساس ما بيكملش بيقدم استقالته وده الحمد لله ما عادش لسبب إيه لأن عملية الاختيار دلوقتي فيها عملية تدقيق كبيرة جدا وفيه اختبارات نفسية وبدنية يعني الاختبارات اللي بيخش فيها بتعمل عملية تصفية إلى أبعد درجة يعني لو قلت لك واحد في الألف إنك تلاقي واحد ما بيكملش لهذه الظروف ده موضوع تاني تب قولي إزاي سيادة اللي هو عقيدة الطالب بتتغير بداية من دراسته في الكلية وحتى تخرجه منها وسيادتك طبعا ليك باع طويل وبتدرس حتى لرجالات القوات المسلحة يعني كتير من العلوم العسكرية إزاي عقيدته بتختلف وبتتغير بتكون أكثر رسوخا بعد دراسته وبعد انضمامه فعليا للقوات المسلحة يعني انت عارف إيه يعني أنا بيحضرني بيت شعر اللي بولك كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم أضحى حقيقة لا خيالا هو ده هو ده الزابط هو ده القائد الأول عنده هذا الحلم فالخاطر في دماغه لما دخل بقى في الواقع وابتدى يواجه لأ ده العملية مش مش شكل حلو وشوف الزابط بلبسه أو أقولك فلان ومنشوف الأفلام لا ده واقع تاني خالص انت بتتحمل ما لا يتحمله البشر العادي